من مدينة ساوباولو في البرازيل ينضم إلينا دكتور حسان الزين الباحث في العلاقات الدولية دكتور حسان أهلاً وسهلاً بك أبي نادر ربما في أغلب استطلاعات الرأي تقول بأنه قد يفوز وربما حتى من الجولة الأولى بنسبة مريحة رغم أن واقع الاقتصاد في الدومينيكان لا يأتي فيه صالحه كيف يمكن فهم هذه المعادلة؟ مرحباً لكم لمشاهديك الكرام وشكراً على استضافة طبعاً أهم التحديات الموجودة الآن على مستوى الانتخابات في جمهورية الدومينيكان هي تحديات واضحة أولاً الأمن القومي الموجود بالنسبة للدومينيكان بمعنى أن الأمان على مستوى المجتمع ارتفاع تكلفة المعيشة تلاتي البطالة هي أهم هذه التحديات والتحدي الآخر الهجم في الانتخابات السابقة للبلديات استطاع حزب أبي نادر تحقيق انتخابات بلديات واسعة لصالحه 122 بلدية مقابل من أصل 152 بلدية إذن المرحلة التي يمكن التوقع فيها لأبي نادر يعني من ناحية الرقم الذي يمكن أن يأتي به و64% يمكن أن يكون هو من الجولة الأولى أن تنتهي هذه المبارزة ولكن أمور أخرى قام بها أبي نادر على المستوى الأعمال الأعمال موقفه بالنسبة لموقف الهجر خاصة الهجرة الهييتية ما بين هايتي وما بين الدومنيكان مسألة عويصة جدا منها الجدار يعني نحن نعرف 400 كيلو متر ما بين هاتين البقعاتين هنا جمهورية واحدة إسبانيول واحدة جزيرة واحدة ولكن يفصل بينهما مساحة واسعة 400 كيلو متر تقريبا الهجرة من هايتي إلى الدومنيكان هجرة واسعة حصل فيها الكثير من المشاكل حتى حصل فيها أمور دموية أكثر من 20 ألف قطيق قامت بها جمهورية الدومنيكان بالتاريخ وهذا التحدي أبي نادر هو ضد هذه الهجرة وكان حادا في هذا الموضوع في الفترات الأخيرة بالتالي هو يتمتع بشعبية من هذه الناحية الناحية الثانية على مستوى المستوى المستوى معلومة دكتور حسان إذا ما قيس هذا التوجه بالمقياس الأيديولوجي هل يبدو إلويس أبي نادر أقرب إلى اليمين مثلا يمكن أن نفهم ذلك أم ليس في الأمر بعد أيديولوجي هو الذي رسخ لديه هذه القناعة بالتعامل الأمني مع موجات الهجرة لا هناك ثقافة واسعة في الدومينيك هي تنظر إلى الهاتيين على أنهم صنف آخر من البشر يعني إذا بنجل الاستعمار وتريقة الاستعمار الفرنسي وتريقة الاستعمار الإسباني نجد هذا الناتج فيها شوف هايتي هي أول جمهورية بين مزدوجين سوداء وذلك من لقي فيها المشاكل أكثر بكثير من غيرها في أمريكا اللاتينية على مستوى أمريكا اللاتينية وبالتالي حتى البحر الكريبي هذه الدولة إذا أعلنت على أساس أنها دولة مستقلة بكل معنى الكلمة أنها تكون أول دولة سوداء في هذه المنطقة وتشكل خطر استراتيجي بالنسبة للمناطق الأخرى والدول الأخرى وخاصة للمتحدة الأمريكية من هنا نفهم هذا البعد على أنه بعد سياسي أكثر منه وبعد يميني كما تفضلت به لأن مسألة اليمين واليسار في أمريكا اللاتينية وفي البحر الكريبي في دول أمريكا اللاتينية إن كانت شمالية أو جنوبية أو غيرها هي مسألة يعني ليس بالشكل الذي نفهمه نحن في بلادنا اليسار هنا قد يكون خليط ما بين اليسار واليمين والواسطة لكن لديكم أنتم مثلا في برازيل كان النموذج أكثر وضوحا في توجهات جاير بولسينارو وفي توجهات لولا دا سيلفا مثلا كان الهوة واسعة بينهما حتى على المستوى الأيديولوجي طبعا لأنه شوف بالبرازيل له خصوصية خاصة إذا نرد أن نتكلم عن البرازيل جاير بولسينارو كان يمينيا ومسيحيا على أساس أنه نخلينا نقول المسيحيون الجدد إذا صح التعبير الإنجيليون الجدد وينطلق من هذا المنطلق وعندما تختلط العقائد الدينية مع الأمور السياسية تكثر أكثر تشد الدنفية مع العالم أن في بعض الأمور جاير بولسينارو قد يكون ومن الناحية الداخلية قد يكون أسهل للمجتمع وأكثر تماسكا بالنسبة للأسرة من الرئيس دا سيلفا رغم أن الرئيس دا سيلفا هو الكثير من الأمور نرجع على الدومينيك الدومينيك نحن نعرفها لأخيرين نعطي ملاقص عن الانتخابات لكي يفهم الجمهور ونفهم معن هذه القضية هناك تسع مرشحين لهذا الموضوع كما تفضلتم مرشحين أول والثاني والثالث أبي نادر يتصدر كل الإحصائيات على أنه 64% بالمئة بالنسبة إليه أخرى يمكن الحديث عنها داخل الدومينيكان وهي أهمها هي البطالة التي تكلمت عنها بالنسبة للدومينيكان مصدر الأساسي لرزقها هي مثلا القطاع الاتصالات الذي هو مهم جدا في قطاع السياحة هتان الأمرا إذا تحدثنا فيهما عن أن الوضع الأمني المتقلب جدا يعني مثلا أعطيك رأم بسيط جدا 63% فاصلة مالي من 11 مليون حينما سؤلوا ما هي أهم الأمور التي أنت بحاجة إليها قالوا التحديات التي بحاجة إليها ونحن بحاجة إليها ويجب معالجتها الصرقة الاعتداءات الجسدية والبطالة وبالنهاية هذا التحدي أمام أبي نادر وأمام غيره يعني ليكون السؤال دكتور الزين ما الذي أنجزه أبي نادر على مدار أربع سنوات في قضايا الأمن المجتمعي وفي قضايا البطالة وفي عموم الملف الاقتصادي إضافة إلى قضية الهجرة حتى يكون بهذه النسبة الغالبة لدى قطاع واسع منهم خليني أقول أن ما أنجزه هو بعض الأعمال الكثيرة على مستوى الجامعات مثلا أنشأ بعض الجامعات وحتى في هذه الفترة سيكون نهاية جامعة يكون فيها ولكن بمرحلة لأن الستين يوم الموجودين لا يستطيع حضوره بشكل عالمي بمعنى أن الحمل الانتخابية هي أبر أمن ستين يوم يجب أن تكون فيها خافضة أو غير مؤهلة قانونيا للمشاركة في الكثير من الحملات في هذه النقطة ناين على مستوى الهجرة الهجرة نزلت بشكل كثيف بالنسبة للهاتيين كان عندنا 52 ألف زعب منهم تقريبا أرجع منهم تقريبا إلى هيتي أكثر من 120 ألف إلى 170 ألف حسب أعضوة الأرقام وبالتالي هو كمينتن نزل هذه النقطة الأحساسية بالنسبة إليهم لأن الوضع بين هيتي على مستوى الهجرة يعتبرون أن الهاتيين هم محتلين بالنسبة للدومينيكان بمعنى أن يأخذون وضعهم اقتصادي أو بعض الأعمال الاقتصادية في الدومينيكان نرجع من أول ما حققه على مستوى الاقتصاد أنه أحسن نوع من الاستقرار على مستوى الاقتصاد بمعنى أنه ليس تدهور إلى الأخير ولكن جعل هذا الأمر في استاتيكو معين هذه الأمور الثلاثة التي يمكن الحديث عنها بالنسبة لإنجازات أبي نابر رغم ذلك أن الدومينيكان هي دولة غير مستقرة بسبب لأدد أسباب المحيط غير مستقر وخلينا نجد على ذلك أن الانتخابات في أمريكا اللاتينية هذه المرة مع ست دول أو سبع دول ستكون فيها الانتخابات كل هذه الانتخابات أتت بأمور غير متوقعة منها على المستوى القولومبي مثلا حصل هناك اغتيال جاء بعد هذا الاغتيال نعرف أن القضية ما بين قولوبيا والمكسيك كانت أحد أهم هذه النقاط الأساسية حينما اقتحم القولومبيون والسفارة المكسيكية في المكسيك كمية الرئيس يعني هناك يتحدث عن هذا الموضوع بأن هناك اغتيالات على مستوى المناطق قد تحدث تغيرات جذرية ومن هنا ترحك للسؤال على أن اليمين واليسار في هذه النقطة في قولومبيا حصل اليمين وقد يكون هناك تغير أساسي في هذا المناطق حتى على مستوى الدومينيكان لذلك المتوقع أن يأتي أبي نادر ولكن هل تحدث أمور أخرى؟ يجب أن نظر إليها بمنظار آخر على ما أظن في أمريكا اللاتينية بمنظار آخر بمنظار الاستراتيجية الأمريكية في أمريكا اللاتينية والاستقرار الذي تسعى إليه على أساس أنها الحديقة الخلفية وأهمية اليسار بالنسبة إليها أمريكا اللاتينية ومنها الدومينيكان كمانتين بالنسبة للأمن الغذائي هو مهم جدا نحن نعرف أن أمريكا اللاتينية الآن خزان الأساسي للغذاء بعد طبعا أننا نتكلم عن السودان وغيرها ولكن عندما نكح هذه النقطة وبتعرف أنت بكورونا حصل ما يمكن حصول عليها بأن أصبح الأمن الغذائي من أم أولوياتها لذلك النظر يجب أن تكون عامة من سيأتي إلى رئاسات هذه الدول وهذه نقطة أساسية مهمة جدا وعلى فكرة الرئيس دا سيلفا فهم هذه النقطة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن التراجع الأمريكي في العالم نوعا ما إذا صح التعبير يرقوه وهو كذلك أنه لا يمكن إسقاط أمريكا اللاتينية من حساباتها وخليل المواقف السياسية لها مهمة سيدي نحن نحكي عن دومينيكان كموقع رئاسي لا الموقع الكريبي كله هو مهم وخاصة أن 22 دولة في آخر فترة قالت للولايات المتحدة الأمريكية لا بالنسبة لما يحصل في غزة